الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم ومرحبا في اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسلة المباركة التقوى سر الوصول إلى الله جل وعلا كنا في اللقاء السابق قد تعرفنا على حقيقة التقوى لغة وذكرنا بعضا لتعريفات التقوى شرعا وقلنا وذكرنا تعريفي أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأله سائل وقال يا أبا هريرة ما التقوى فقال أبو هريرة للسائل هل مشيت على طريق فيه شوك فقال الرجل نعم قال فماذا صنعت قال كنت إذا رأيت الشوك عزلت عنه واليوم نذكر بقية تعريفات التقوى والتقوى كما عرفها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الخوف من الجليل نعم لا بد أن يكون في قلبك خوف من الله عز وجل ولا بد أن تعمل حسابا ليوم الحساب نعم لا بد أن تعمل حسابا ليوم الحساب ولا بد أن تكون على يقين من أصل أصيل إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون فالموت هذا لا يفرق بين صغير ولا كبير ليس بالضرورة أن يكون للموت مقدمات كالمرض أو ما شابه وإنما إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكن الذي يؤلم النفس ويتعبها أنك ترى الإنسان يتجرأ على معصية الله بالليل والنهار يغلق الأبواب ويرخي السطور ويبارز الله بالمعصية وهو على يقين أن الله يسمعه ويراه تخيل أخي الحبيب لو أنك أغلقت عليك باب حجرتك وأرخيت السطور وغلقت النوافذ وقمت بمبارزة ربك تبارك وتعالى بالمعصية تخيل لو أن أحدا طرق عليك الباب وأنت تعص الله كيف يكون شعورك والله والله سيقف شعر رأسك وستعلو ضربات قلبك وستضطرب فرائصك لماذا؟ لأنك تخشى أن يراك إنسان وأنت تعص الله ولا تخشى وأنت تعلم بأن الله عز وجل يراك الإنسان يتجرأ على معصية الله عز وجل بل ربما يصبح وقد ستره الله عز وجل بليل ويأبى ذلك ويخرج أمام الناس ويجاهر بمعصيته ولا حول ولا قوة إلا بالله يخرج أمام الناس ويقول لقد فعلت كذا بامرأة فلان لقد نظرت إلى امرأة فلان لقد شربت الخمور لقد فعلت كذا وكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون إلا المجاهرون الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل نعم أخي الحبيب لا بد أن تراقب ربك عز وجل وتعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك يرى سرك وعلانيتك أمسك أعرابي بأعرابية في السحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة فأرادت هذه أن تربيه على مراقبة الله عز وجل فقالت اذهب واطمئن هل نام الناس وهجع الجميع في خيامه فذهب وعاد إليها فرحا مسرورا بلذة سيجني ثمارها المرة بعد حين وقال لها أبشري فلقد نام الناس واطمئن الناس وهجع الجميع في خيامه ولا يرانا إلا الكواكب فقالت له هذه وأين مكوكبها أين الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئه بما عملوا يوم القيامة قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله جل وعلا يسمع ويرى وكلنا يعلم ذلك ومع ذلك فنحن نتجرأ عليه بالمعاصي بالليل والنهار فقايس قايس بين الحلم والجود والكرم وبين تقصيرك في حقه وجرأتك عليه نعم أخي الحبيب لا بد أن يعظم خوفك من الله عز وجل في قلبك ولا بد أن يجتمع في قلبك أمران الخوف والرجاء دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شاب يجود بنفسه فقال له النبي كيف تجدك كيف حالك فقال والله يا رسول الله إني أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي فقال النبي ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف الخوف من الجليل الخوف من الجليل هذه بعض هذه تعريفات التقوى لعلي بن أبي طالب الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل سنقف معها بإذن الله عز وجل في لقاء قادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته